هناك خبر على موقع عربي 21 يقول هذا الخبر يأخذ تداعيات باتجاه التصعيد أكثر قطر قد تلجأ لحرمان الإمارات من الغاز الطبيعي رأيت هذا العنوان ورأيته أيضا في صحافة عربية كثيرة عن الحديث عن الخيارات القطرية ويقولون أن الخيارات القطرية خيارات غير محدودة تستطيع أن تلغي الاتفاق مع الإمارات فهي المزود الرئيسي للإمارات بالغاز وعمان أعتقد أن قطر ليست في حاجة إلى هذا الإجراء لسبب بسيط الاتفاق هو بين الشركة الدولفين هذه وقطر وليس بين قطر والإمارات وهذا يسهل على قطر أن تلغي أو تقطع الغاز على كل حال يمكن تتعرض في هذا الجانب تتعرض إلى عقوبات بعد أن أخلت إذا التجأت لهذا القرار ولكن في جميع الحالات خيارات قطر ليست محدودة وخيارات قطر في موضوع الخليجي أعتقد أنها ستكون مفتوحة كثيرا حتى الحديث الآن في الكويت أن قطر سيمثلها الأمير تميم سيمثل القطر في القمة الخليجية الحديث الآن السؤال هل الملك عبدالله السعودي يأتي إلى الكويت أم لا يأتي أعتقد أنه قطر ما زالت في ساعة من أمرها قطر ما زالت في ساعة من أمرها تستطيع أن تقول أنه الإجراء القطري متريف وهو الدليل حكمة وحتى في الجانب العلاقات القطرية العربية والسعودية ما زالت قطر عندها ما تقول وأعتقد أنه الذي يعيش مأزق ليست قطر الذي يعيش مأزق حقيقي الآن في موضوع السياسات والتحالفات ليست دولة صغيرة مثل قطر ولكن دولة كبيرة مثل مملكة التي أصبحت تخبيط خط عشواء نظر الاعتماد أبوظبي على الغاز القطري فيتامين احتياجاتها يعني اعتماد شبه كامل بالتالي كيف ستتعامل أو ما هي خيارات الإمارات في حال قطعة الغاز القطري هذا المضحك في الأمر يعني إيران إذا قطعت الإمدادات القطرية الإمارات إذما قطعت الإمدادات القطرية ستضطر إلى البحث عن الإمداد الإيراني من الغاز الإمداد الإيراني من الغاز هذه إيران الآن يقولون أنهم في خلاف معها وتحتلوا جزءا من أراضيه هذا أولا ثم أيضا الإمكانيات إن صح التعبير اللوجستية من أجل المد الإيراني بالغاز إلى الإمارات معدومة ثالثا وهذا الأمر أنه قطر أين هو التكامل الخليجي إذن أين هو التكامل الخليجي هل الموضوع المصري يصبح عائق هل دعم الانقلاب في مصر يصبح عائق أمام التكامل الخليجي أعتقد أن المملكة في هذا الشأن والإمارات يدفعون الموضوع الخليجي ويدفعون التكامل الخليجي إلى الحائط وبهذا الإجراء التي ترتكبه المملكة والإمارات أكمل هذه الجملة هذا الإجراء التي ترتكبه الإمارات والمملكة في هذا الشأن مع قطر سيضر بالسعودية وبالإمارات وبالخليج أكثر ما يضر بقطر